أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنجاوب على سؤال إلى ماذا تشير نسبة اليوريا 40 ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب أهلا بكم والسؤال هو يعاني أبي الذي يبلغ من العمر 77 عام من مرض السكري من النوع الثاني وذهبت معه لمراجعة طبيب الغدد الصماء فطلب من والدي إجراء الفحصات التي يجريها عادة وأضاف إليها فحص اليوريا فكانت نسبة اليوريا 40 فأريد أن أعرف إلى ماذا تشير هذه النتيجة والإجابة هي تعد نسبة اليوريا لدى والدك مرتفعة حيث تتراوح النسبة الطبيعية للرجال ما بين 7 إلى 20 ميلي جرام على الديسي لتر وقد تختلف هذه النسبة بشكل بسيط من مختبر لآخر وتشير عادة إلى وجود مشكلة أو ضعف في الكلة لدى والدك وقد يكون أحد المضاعفات لمرض السكرية دي أو نتيجة التقدم في العمر وأنصحك بمراجعة الطبيب للتأكد من سلامة الكلة لدى والدك حيث لا يكفي هذا الاختبار لتحديد سلامة الكلة وأحيتك علما بأن بعض الحالات قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة اليوريا في الدم لدى والدك ومنها مياتي أولا تناول بعض الأدوية ثانيا الجفاف ثالثا تناول وجبات غنية بالبروتين لفترة زمنية طويلة رابعا مشاكل في القلب خامسا انسداد المسالك البولية وأخيرا نزيف الجهاز الهضمي وفي نهاية حلقاتنا نتمنى له دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة